وينضم إلينا من عدن المحلل السياسي وليد الصالحي مساء الخير أستاذ وليد أبدأ معك أستاذ وليد يعني مصادر عسكرية تقول إن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدة مواقع منها جبهة علب ماذا تشكل هذه الجبهة استراتيجيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أستاذ الكريم أستاذ إسماعيل ومرحبا بمشاهدي قناة الأخبارية السعودية حقيقة معركة قطع رأس لفع تمضي بوتيرة عالية جدا خصوصا بعد تمكن الجيش الوطني المدعوم بدرجة كبيرة جدا من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تطويق معقل انقلابيين الحوثيين جبال بران من خمسة اتجاهات وما جبال على بواء السيطرة على هذه المرتفعات إلا أحد الجهات الأساسية من أجل قطع السيطرة النارية لجماعة الحوثي الانقلابيين وفقدانهم قدرة التحرك والتنقل التي يحاولون في محاولات انتحارية هذه الجماعة لكي يتفك الخناقة خصوصا بعد قيام الجيش الوطني بضرب هذا الحصار ويعطاهم الضوء الأخضر من قبل القيادة السياسية فخانتر المشير عبد الرب منصور هادي بضرورة رفع الجبال رفع العلم اليمني على جبال مران وقطع رأس لفع عبد الملك الحوثي زعيم هذه الجماعة المتمردة سيدي الكريم خصوصا بعد عمل أكثر من ثلاث سنوات من إجهاض مستمر وعمليات إجهاض مستمر تقوم بها جماعة الحوثي الإيرانية لجميع المساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة نعم طب أستاذ وليد نتحدث عن الخمس الاتجاهات وأن القوات الشرعية تسيطر على هذه الاتجاهات خلنا أسألك في هذه النقطة بالذات يعني أهمية الخمس الاتجاهات في ضوء الدخول إلى صعدة إلى قلب صعدة أولا تمكن الجيش الوطني فعليا من التقدم في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي الإيرانية هزيمة كبيرة جدا لجماعة الحوثي وللمشروع الفارسي وأيضا هناك عمليات تجهير مستمرة تسعى جماعة الحوثي إلى أن تفرض بأن مناطق شمال اليمن خصوصا محافظة صعدة وحجة هي مناطق حاضنة لهم وعمليات التقدم الكبيرة لجيش الوطني خصوصا في محافظة صعدة تكشف زيف هذه الادعاة بأن محافظة صعدة وأبناء محافظة صعدة هم عروبيون ويمنيون بامتياز ولا يمكن أن يبيعوا اليمن ويهددوا الأشقاء وأيضا المناطق الممرات المائية بثمن بخسي نعم رصد تقرير سيد وليد يعني رصد تقرير منظمات محلية أربعة آلاف وخمسمائة حالة انتهاك يعني جريمة القاتل تصدرت حالات الانتهاكات الحوثية المستمرة على الشعب اليمني يبدو أن هذه الميليشيات ليس لديها ضرة إنسانية كيف من الممكن أن نتعامل مع هذه العقول حقيقة سيد الكريم علينا مراعاة بأن الفترة الزمنية لآلية الرصد كانت في 2017 من مطلع 2017 إلى نهاية 2017 وما قامت بارتكابه جماعة الحوثي بعد اغتيالها للرئيس السابق علي عبدالله الصالح من عمليات انتهاكات لأتباعه وعمليات تصفية جسدية لا يمكن وصفها إلا بهلوكست وتنفيذ فعلي لمحرقة مؤيدة من قبل سيدهم في طهران سيدي الكريم هذه الجماعة هي جماعة إرهابية بامتياز سبق للحكومة الشرعية وأيضا للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن تقدموا بطلبات رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إدراج هذه الجماعة في قوائم الإرهاب خصوصا وأن جميع الأفعال التي ترتكبها هي أفعال إرهابية بامتياز لكن عملية الرصد هي عملية جيدة بحد ذاتها ولو أن الفترة لم تكتمل بشكل كامل هناك أرقام مفزعة سيدي الكريم وجرائم كبيرة جدا ترتكبها جميعات الحوثي خصوصا في المناطق التي تقبض سيطرتها عليها ناهيك عن أن أغلبية الموظفين الدوليين قد قادروا العاصمة صنعاء لعدم تمكنهم من العمل في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية وصلت لمجموعة ممارسات وخطر أمني مباشر نعم كان معنا من عدن المحلل السياسي وليد الصالح شكرا جزيلا لك أستاذ وليد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا ترجمة نانسي قنقر